يعني ايه دولة بتقيم الصناعات بتساعد رؤوس الاموال انها تشتغل بتحاول تدي دفعة للصناعات الوطنية ورجال الاعمال الوطنيين دفعة علشان يقوموا على رجليهم وتقوم بيهم البلد هقولك يعني ايه زمان لما طلعت حرب او طلعت باشا حرب ساميه زمان تعايز يعني راجل مصري حاب يوقف البلد دي على رجليها ويعمل بنك بنك مصري كانت البنوك كلها مش مصرية باركليزو مش عارف ايه كلها بنوك اجنبية حاب يوقف البلد على رجلها ويعمل صناعات وطنية بدأ يجمع فلوس من الناس الناس المصريين الوطنيين الفلاحيين ولاد البلد البشوات حتى والافندية اللي معاهم فلوس وبدأ يعمل صناعات كبيرة هينعم خسخصوها بعد كده وبعوها بالتراب ولكن كان دعم الراجل الاعمال المصري هو الاساس راجل الاعمال المصري ده اللي هو الوطني الشريف اللي مش بايع ارادة البلد لحد ومش راهن مقدرات الدولة لحد تاني وبدأ يظهر عندنا طبقة رجال اعمال وطنيين رجال اعمال وطنيين بيشتغلوا لمصلحة البلد قول يا سيدي جات السنين وراحت السنين ووصولا الى مرحلة حسن مبارك حسن مبارك كان برضو فيه صناعات وطنية محدش يقدر ينكر ولكن كانت ملوسة بفيروس بدأ يدخل الحياة الاقتصادية المصرية من عهد الرئيس السادات اللي اسمه الانفتاح الانفتاح ده اي حد معدي في اي حتة يكتب اسمه احمد وبعدين كو شرك بقى احمدكو حسنكو وعبصماتكو كلكو كو كو وعمل الطبقة جديدة من رجال الاعمال طبقة مبتزلة ليه ما كانش همهم صناعات وطنية غزل ونسيج وسكر لا لا والامونيا بقى همهم انه يعمل شركة يعرف يستورد بيها يستورد غنى بيها بقى ايه لبان وشوكولاتة يستورد غنى بيها اي كلام حتى لو فاضي بياخد عين الناس والناس بتشتريه والموضوع ده اتطور لحد ما لقينا الصين تغزو مصر حتى بفنوس رمضان ولكن لسه كان فيه رجال اعمال وطنيين لسه كان فيه رجال اعمال بيحاولوا ينفسوا ويقولوا مصر عندها القدرة انها تبقى موجودة برجال اعمالها حسن مبارك وعهده اللي في نهايته لما الهانم اللي هي سوزان مبارك يعني بقى ليها تأثير اكبر وعلاق وجمال كبره بقى تأثير الرجل قليل وهم تأثيرهم اكتر فبقى التقرب حبيبه بقى فيه مثلا حاجات معروفة ضمن يعني اللي عايز يعمل شركة علشان يستورد سكر يروح يكلم عبد المنعم عمارة هو اللي عنده استيراد السكر لمصر كلها اللي عايز يجيب قمحة يروح يكلم مش عارب فيه بتعوى الجيش وهكذا وبدأوا يعملوا حاجة جديدة في المدن العمرانية وبدأنا نسمع عن هشام طلعت مصطفى ونسمع عن ساويرس ورجال اعمال الدولة عملتهم ولكن مش لصالح الدولة يعني مثلا ساويرس وشركته اتعاملت ازاي هولندا كان عندها شبكات موبايل فيه شبكة منهم ادمت ما بقيوش عايزين يستخدموها فادوها المصر هدية هولندا مملكة هولندا دي ادوا المصر شبكة موبايل هدية فاخدته الدولة وبدأت تنزل هنعمل شركة موبايل اول شركة محمول في مصر كانت هولندا اللي بعتها مستعملة فبدأت الدولة وخلاص عملوا افرع وحتبقى شركة موبايل معمولة للدولة شوية ما تعرفش ليه رجعوا في الموضوع وبعوه لنجيب ساويرس ونجيب ساويرس مع اول سنة المبلغ اللي دفعوا حقق اضعافه وبعدد تجبر موسوعة ومؤسسة رجل اعمال ضخم جدا دلوقت يسمو نجيب ساويرس بقى الجونة وزدقوا الكلام اللي انتوا حارفين وهكذا وفي ناس ورثت يعني مشروعات اهاليها وشركاتها ولكن تم تأميمها مثلا زي مثلا المقاولين العرب عثمان احمد عثمان ليه لانه مبارك ما كانش بيحب المعلم مين المعلم؟ عثمان احمد عثمان اللي كان وزير في عهد السادات ما كانش بيحبه حسن مبارك فتم اضعاف شركة المقاولين العرب بشكل كبير لصالح ايه؟ لصالح شركات تانية زي هشام طلعت مصطفى هشام طلعت مصطفى راجل بيحب واحدة فكرفته فبعت لها واحد قتلها لها سوزان تميم قتلها في دبي هشام ما تقتلش عشان قتل سوزان تميم لهو ولا الزابط بتعامل الدولة وديز دواجية باقي القوة او السلطة وراس المال راس المال لما حب ينتقم من الفنانة اللي حبها وقالت له شكرا مش عايزة راح قتل مين؟ راح استخدم واحد من السلطة عشان يقتلها دي الحكاية ببساطة بس هشام طلعت مصطفى ما تسجنش علشان سوزان تميم عشان قتلها لا هو اتسجن علشان قتلها في دبي دبي ايما سمعتها على الامن والامان ايه المهم جاء وجاءت السورة ورجاء الأعمال وطنيين زي واحد زخرة شطر خارة شطر دو راجل أعمال بدأ يطلع عشان ههم الإخوان وفي تفاهمات مع المجلس العسكري بس هشام طلعت ما يطلعش الرئيس مورسي اتكلم عن هشام طلعت مصطفى وقال قالوا لي طلعوا دو راجل طايبه بتاعه بس أنا ما قدرش طلع حد عشان في حكم قضائي هشام طلعت مصطفى بعد الإنخلاب طبعا طلع السيسي طلع عشان طلعت مصطفى مش بس طلعه والدولة دخلت معاه فيه شراكة كبيرة جدا وبدأ ينتشر وبدأ يطلع على التلفزيونات علشان يسوق لمشاريعه كمان طيب هتقول علشان هو راجل أعمال هقدر أقولك إن بيعمله هشام طلعت مصطفى بتقدر تعمله شركة زي المقولين العرب حتى بعد إضعافها ولكن هم عايزين يقوه هشام طلعت مصطفى المقولين العرب دي علشان تبقى عارف المقولين العرب كل المشاريع الوطنية القومية من الخمسينات وهي موجودة فيها المقولين العرب هي اللي عاملة السد العالي المقولين العرب وشركة النصر والكلام ده دلوقتي كل ده أضعف لصالح وراسكم وطلعت مصطفى والحج نجيب صوير ايه مشكلتهم مع شركة مثلا زي زي شركة المقولين العرب الضخمة اللي كانت بتعمل المشاريع حتى في ألمانيا وفرنسا وفي كل إفريقيا والدول العربية مش سر لما قولك إن المعلم وهما بيسموه كده في المقولين وفي اسماعيلية معروف الله يرحمه المهندس عثمان أحمد عثمان كان اتربى في المدرسة الابتدائي على إيد حسن البنة كان مدرسه حسن البنة كان مدرس ابتدائي وهو كان في المدرسة اتربى على إيده كان أستاذه وكان منتمي للإخوان فكرا وكان عنده حب ولكن في الشغل كان بيقرب منه الناس الشطرة وبس ولكن محدش نساله هما ما قدروش ينسوله ده مع أن الرئيس السادات خلاه وزير ومحمود عثمان مثلا متجاوز من السادات محمود عثمان ابن عثمان عثمان ولكن لا كان مبارك بيبدأ تصفيته وصدره في الآخر هشام طلعت مصطفى ونجيب سورس دي قصة بسيطة جدا لإزاي الدنيا دايرة في مصر طب هي دايرة على أساس الوطنية على أساس أنك بتقدم إيه للبلد لا لا ليه تسألني هقولك ليه شوف يا سيد الفضل فيه شركة شركة ألبان ضخمة جدا بدأت من سنة الثلاثة وتمانين ليه صفوان سابت صفوان سابت ما تقدرش تقول الإخوان راجل وطني مصري راجل أعمال بدأوا يصفوها الشركة اللي من من الثلاثة وتمانين دي لصنح مين بس ايه جهينة للألبان دي سنة الثلاثة وتمانين شايف السحرة دي صفوان سابت دا راجل الأعمال الوطني المصري قدر يخليها حقيقة واقعة في مصر كلها وفي البلاد العربية وبيصدر حتى الأوروبا دي سنة الثلاثة وتمانين دلوقتي صفوان وابنه اللي كان قابل أوباما قبل كده لأنه مؤثر وغيره ابنه سيف في السجر وفي المقابل وهو مش مجرم وفي المقابل المجرم اللي قتل اللي هو عشان طلعت مصطفى بيستضاف على شاشات القنوات وبينظر وبيقول وبيعمل وبيخلي هل المقياس هنا الوطنية ومنفعة الوطن لا احنا قدام أنظمة بتفكر في مصالحها هتعديلي كام هل هشان طلعت مصطفى تصالح طبعا تصالح ودفع كتير طب هل صفوان سابت دفع دفع عشان البلد بس صفوان سابت العين على شركته للإمارات فتيجي السلطة الوطنية المصرية سلطة الدق يعني شو بقى النظام الوطني يضعف شركة جهينة ويحط الرجل في السجن ويمنعهم أنهم يبيعوا ويقلل قيمة الأسهم بتاعتهم في البورسة وهو نظام وطني بقى متخيل علشان يبيع الشركة للإمارات أو يبيع جزء منها فالوطنية ومصلحة الوطن ليست هي الفيصل والمقياز في تعامل النظام الحالي مع الشركات ورجال الأعمال الوطنيين نقطة مع السطر ده موضوعنا النهاردة بصراحة اللي حابب أتكلم مع حضراتكم في ترجمة نانسي قنقر